أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلط الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشغر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطرم في الميزان وأطيق الوزن بالقسط ولا تخسن الميزان والأرض رضعها للألام فيها فاكئة والمخلوات الأكرم والحق للعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشيقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما مرسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويمقى وجهت ربك والجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الأقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفروا من أقطور السماوات والأرض فرقلوا لا تنفرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شراب من نار ونحاسوا فلا تنتصفرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يطرفون بإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذبان يطرفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف من ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما ورن خوف من ربكما تكذبان فيما عينان تجريح altitude فبأي آلاء ربكما تكذبان مكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكربان فيه النقاصرات القرف لم يطمث هن إن صار ملهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكربان كأنهن اليابوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان ومن عطون الماجدتان فبأي آلاء ربكما تكربان مدعومتان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما علما من الضوختان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما فاكرة ونحن ورمان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكربان حورا مقصورا طوف الخيام فبأي آلاء ربكما تكربان لم يطمثن ينصف قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكربان متكئين على عقرف خدري وعقري حسان فبأي آلاء ربكما تكربان تبارك اسم ربك من الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان والجليم بسم الله الرحمن الرحيم أبو حمان علم الكرآن ولغ الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجج سجدان والسماء وضعها ووضع المينان ألا تنغو في الريدان وعقيم الوزن بالوزن وعقيم البيان وعقيم البيان والعرض للأناء فيها فاكرتم والنخل ذات الأهناق والعرض للأناء والعرض للأناء فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشروعين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان موج البحرين يلقيان بينهما برزق لا يفضيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللقل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوال شاءت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عين فان شاءت في البحرين ورب المشروعين ورب المشروعين فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم وفي شحن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقوم لكم أيها السقلات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقوم لكم أيها السقلات فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشا والجن والإنس إن استدعتم أن تنفذوا إن استدعتم أن تنفذوا من أرض والسماوات والأرض فانخذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فذي آلاء ربكما تكذبان يُوصَلُ عَلَيْهُ وَأَشُوَاثُ مِنْنَا 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 وَنُحَارُ فَلَا كَنْتَصْرُوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت غوذة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْحَلُ حَاظًا بِهِ حَاظًا بِهِ إِنْفٌ وَلَاجًا فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمًا يُعْفُ المُجْرِمُونَ بِثِيمًا فيُعْفُ بِالنَبَاصِي وَالْأَقْدَارِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب فيها المجربون يتنسون بينها وبين حليم الآن فبيعي آلاء ربكما تكذبان ولو أنقوص عطاما ربه جمتان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة توجان فبيعي آلاء ربكما تكذبان مبتقين على خوش بطاة نهاب إذ تبقوا وجل الجنة تيدان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما نقوص عطاما ربكما تكذبان فيهما نقوص عطاما ربكما تكذبان فبيعي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جمتان فبيعي آلاء ربكما تكذبان مبتقين على خوش بطاة نهاب فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ورغب ورمان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما غيرتوا حسان فبيعي آلاء ربكما تكذبان حكم صوات في الخيام فبيعي آلاء ربكما تكذبان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما بغيرتوا حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فباوك سوى قد الجلال والككام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والخمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسباء رفعها وردع الميزان أن لا تقرر في الميزان وأطيق الوزن بالقسل ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكية والنخل بات الأكرام والحفل العصر والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شك فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرق لكم أيها الأقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجكت والإنس إن استقعتم أن تنفروا من أقصر السماوات والأرض فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم شوار من نار ونحاسوا فلا تنتصرون فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم شوار من نار يرسل عليكم شوار من نار ونحاسوا فلا تنتصرون فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهدان هذه جهدان هذه جهدان الذي يكذب بها المجرون يطرفون بينها وبين حميم الله فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف من ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيما العيلان تجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 اسم ربك من الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبو رحمن علم الكرآن قلق الإنسان علمه البيان الشمس والغرض حسبان والنجم والشجر سجدان والسماء أضعها ورزع الميزان ألا تنغف الريزان وعقيم الوزن بالاستغلات في الريزان والعرضة للأناق فيها فاكرت والنخل ذات الأكمار والحب العصفر الريحان فبأي آلاء يربك ما تكذبان خلق الإنسان من سلسل صالم كالفخان وخلق الجار من مال جن من النار فبأي آلاء يربك ما تكذبان ورب المشغين ورب المغربين فبأي آلاء يربك ما تكذبان موج البحرين ينطيان بينهما برضه لا يرضيان فبأي آلاء يربك ما تكذبان يخرج منهما للقلق والمرجان فبأي آلاء يربك ما تكذبان ولو الجوائر انشاءت في المهزق الأعلى فبأي آلاء يربك ما تكذبان كل من عليها فان ويرضى وجه وربك من جلال والذكرى فبأي آلاء يربك ما تكذبان يسألو من في السماوات والأرض كل يوم وفيه شحن فبأي آلاء يربك ما تكذبان سنخوض لكم أيها السقلات فبأي آلاء يربك ما تكذبان سنخوض لكم أيها السقلات فبأي آلاء يربك ما تكذبان يا معش والجن والإنس باستدوعتم أن تنخوضوا إن استدوعتم أن تنخوضوا من أرض والسماوات والأرض فانخوضوا لا تنخوضوا لا تنخوضوا إلا بخلطوا فبأي آلاء يربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواه من النار من النار من النار من النار فلا تنتصروا فبأي آلاء يربك ما تكذبان فإذا انشرت السماء فكانت غوضة من فتها فبأي آلاء يربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل آذم به آذم به إنصم ولا جاء فبأي آلاء يربك ما تكذبان يأخو المجرمون بثيما يأخو المجرمون بثيما يربك ما تكذبان فبأي آلاء يربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتعصون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء يربك ما تكذبان ولون خوفا مبه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان دواطا أما فبيأي آلاء ربك ما تكذبان فيما عينا لتجريان فبيأي آلاء ربك ما تكذبان ترجمة نانسي قنقر 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 صدق الله العظيم